يحتفل العالم في 27 سبتمبر من كل عام بيوم السياحة العالمي والذي يسلط الضوء على أهمية السياحة وقيمها المختلفة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وقال وزير السياحة والأثار شريف فتحي إن تحقيق مستقبل واعد للسياحة يتطلب تكثيف الجهود لجعل هذا القطاع وسيلة للتواصل الإنساني وحل النزاعات وأكد وزير السياحة على ما تليه الدولة من اهتمام غير مسبوق لقطاع السياحة والأثار في مصر وما تقدمه من دعم ومساندة لتعزيز المكانة الرائدة لمصر دوليا في الأسواق السياحية